امامه عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين كان حديثنا في موضوع الإمامة وقلنا بأن موضوع الإمامة ومن الموضوعات المرتبطة للرسالات الإلهية كلها ولذلك كانت الإمامة من العناوين التي طرحت في زمن إبراهيم عليه السلام على ما يبدو من القرآن الكريم وأشار إلى هذا الموضوع القرآن الكريم بصورة واضحة من خلال قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إمامة قال ومن دريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذن فالإمامة هي موضوع من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بالرسالات الإلهية وفي بداية الحديث عن هذا الموضوع تناولنا مفهوم الإمامة كما نستفيده من الآيات القرآنية الشريفة ومنها الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل بعد أن عرفنا مفهوم الإمامة بأبعاده الستة التي ذكرناها في أحادثنا السابقة ويأتي هنا سؤال وهو ما هو الفرق بين الإمامة والنبوة أو الرسالة كما يعبر بها عن الأنبياء هل هناك فرق بينهما أو أن الإمامة هي عين النبوة والرسالة يبدو من خلال الحديث السابق ومن بعض القراء والشواهد على أن الإمامة تارة تكون مندمجة مع الرسالة والنبوة فيكون الرسول في الوقت نفسه إماما كما هو الحال في الآية الكريمة التي تحدثنا عنها حيث يبدو أن إبراهيم عليه السلام الذي كان نبيا ثم بعد ذلك كان رسولا تطور وضعه وتكامل ونمى حتى أصبح إماما كما دل على ذلك الحديث الشريف الذي ذكرناه في بحثنا السابق من أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما إذن فالإمامة تعبر عن حالة تكاملية في حركة النبوة والرسالة ولكنها مندمجة مع النبوة والرسالة فالنبي والرسول هو أيضا إمام والإمامة عندئذ تعبر عن أدوار وتطور لحركة النبوة والرسالة هذه حالة في الإمامة وهناك حالة في الإمامة هي ما إذا كانت منفصلة على النبوة يعني النبوة والرسالة يكون لها شأن والإمامات يكون لها شأن آخر هنا في مثل هذه الحالة عندما تنفصل الإمامة عن النبوة يمكن أن نلاحظ وجود الفرق بين الإمامة والنبوة سواء هذا الفرق في خصوصيات أصل الإمامة والنبوة عندما ينفصل أحده مع الآخر أو في الدور الذي تقوم به الإمامة منسوبا إلى دور الرسالة والنبوة أو فيما تقترن به النبوة والإمامة من خصوصيات وملابسات بحيث يفترق الإمام عن النبي هذا بالرغم مما ذكرناه في مفهوم الإمامة من أن دور الإمامة بصورة عامة يكون هو دور النبوة والرسالة بل يكون دورا تكامليا للنبوة والرسالة في بعض الأحيان وامتدادا لدور النبوة والرسالة في بعض الأحيان الأخرى فالإمامة من جانب هي تجسيد لدور النبوة والإمامة وامتداد لذلك الدور ولكنها من جانب آخر عندما تنفصل الإمامة عن النبوة يكون هناك فرق بين الإمامة والنبوة وهذا الفرق يمكن أن نبينه بعدة نقاط من أجل أن تصبح هذه الفكرة فكرة واضحة وينفتح بعد ذلك الحديث عن ضرورة الإمامة عندما تنفصل عن النبوة وأيضا ينفتح الحديث عن مصاديق وتجسيدات هذه الإمامة في حركة الرسالة الإلهية ومنها الرسالة الخاتمة هذه النقاط التي تجسد الفرق يمكن أن نشير إليها في أمور أربعة الأمر الأول أن النبوة والرسالة تكون دائما مقترنة بالوحي الإلهي فالنبي يتحمل رسالة من الله سبحانه وتعالى ومسؤولية من الله سبحانه وتعالى عن طريق ما يوحى إليه من قبل الله سبحانه وتعالى إنه إلا وحي يوحى هذا العمل الذي يقوم به النبي هو وحي من الله سبحانه وتعالى أما الإمام عندما تنفص الإمام عن النبوة فعمله لا يكون من الوحي الإلهي وإنما يكون مما استودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الإمام وذلك أن الرسول أو النبي عندما يبلغ هذا الوحي يبلغه على مستويين عادة المستوى الأول الذي يبلغ به الوحي هو المستوى العام الذي يخاطب به عموم الناس ويحاول أن يوصل الوحي إلى جميع أولئك الذين يتحرك في ساحتهم ويخاطبهم بهذه الرسالة والمستوى الثاني الذي يبلغه الرسول هو المستوى الخاص حيث أن الرسول قد لا تتوفر له الفرصة في أن يتحدث مع الناس جميعا بكل معالم الرسالة وبكل تفاصيل الرسالة وبكل مضمون الرسالة ومن أجل أن تصل هذه الرسالة إلى الناس جميعا يستودع الرسول ما تبقى من الرسالة مما لم يبلغه إلى الناس جميعا يستودعه عند هذا الإمام عند هذا الوصي أحيانا هم يعبر عنه بالوصي فيكون الإمام مستودعا للعلم الإلهي وهذا التعبير تعبير المستودع أيضا من التعابير التي جاءت في لغة أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم عندما يخاطب الإمام في زيارته يعبر عنه يقال له السلام عليك يا عيبة علم الله السلام عليك يا مستودع سر الله يعني هذه المعلومات الرسالية الإلهية التي جاء بها النبي والرسول عن طريق الوحي هذه المعلومات بعضها يكون قد استودع عند هذا الإمام من أجل أن يقوم هذا الإمام بإبلاغها للناس في مرحلة لاحقة أو في ظروف مناسبة عندما لا تتهيأ هذه الظروف إلى النبي وإلى الرسول إذن فهناك فرق أساسي بين النبوة وبين الإمامة هو أن النبوة ما يقوله النبي دائما يقوله عن وحي إلهي وتكون النبوة مقترنة بهذا الوحي الإلهي أما ما يقوله الإمام فهو مما استودعه النبي عند الإمام طبعا هذا الاستيداع لا بد أن نلتفت إلى هذه الخصوصية فيه وهو أنه استيداع أيضا إلهي يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر رسوله في أن يودع هذه الأمور عند هذا الإمام فهذا الاستيداع ليس استيداعا عاديا كما يستودع العالم علومه عند أحد طلابه وإنما هو استيداع بأمر من الله سبحانه وتعالى فهو مستودع لهذه الرسالة من قبل الله سبحانه وتعالى هذا الفرق الأول الذي يمكن أن نجده بين الرسالة والنبوة وبين الإمامة الفرق الثاني الذي يمكن أن نراه أيضا في هذا المجال هو أن الإمامة أن النبوة والرسالة تثبت عند الناس من خلال المعجزة النبي يأتي برسالة ويقول بأن هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى ولا يوجد لديه دليل على ما يقوله إلا صدق النبي عند من يعرف صدقه ويعرف أمانته ووثاقته أو المعجزة التي تقترن بها هذه الرسالة ولذلك نجد أنه في الرسالات الإلهية وفي النبوات دائما الله سبحانه وتعالى يمد النبي والرسول بالمعجزات من أجل أن تكون دليلا على صحة هذا الادعاء صحة نسبة ما يقوله الرسول وما يقوله النبي إلى الله سبحانه وتعالى وأن هذا هو وحي إلهي هذه المعجزة تصبح ضرورة من ضرورات النبوة والرسالة أما في الإمامة فالمعجزة ليست أمرا لازما ويتكون ثبوت الإمامة من خلال النص الذي يصدر من النبي أو الرسول بالنسبة الإمام فالدليل على أن هذا الإمام هو مستودع لعلم الرسالة من الله سبحانه وتعالى الدليل على ذلك هو ما يصدر من الرسول على أن هذا يكون إماما ويكون وصيا ويكون مستودعا ومتحملا لهذه المسؤولية ولا يلزم أن يكون هذا الدليل معجزة قد يتفضل الله سبحانه وتعالى على إمام من الأم وعلى وصي من الأوصياء بكرامة من الكرامات من أجل أن يؤيد دعواه وصحة دعواه ولكن لا يلزم وجود المعجزة في الإمام على خلاف الرسول والنبي الرسول والنبي لا بد أن تكون هناك معجزة تقترن بدعواه وتثبت هذه الدعوة وأما الإمام فيكتفى في إثبات نسبة الإمامة إليه ودعواه أن هذا العلم هو علم مستودع من الله سبحانه وتعالى يكفي في ذلك هو ما يرد من نص من النبي في شأن هذا الإمام هذا أيضا أمر ثاني تفترق فيه الإمامة عن النبوة والأمر الثالث الذي يمكن أن نشير إليه بهذا الصداد هو أن الإمامة والنبوة تفترقان في أمر وهو أن منكر النبوة يكون إنسانا خارجا عن حضيرة الإسلام وحضيرة الدين الذي يأتي به ذلك النبي فمن ينكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله يكون خارجا عن حضيرة الإسلام لا يمكن أن يسمى بمسلم وهكذا من ينكر نبوة عيسى المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يكون خارجا من حضيرة دين النصارى وهكذا الحال بالنسبة إلى موسى عليه السلام وبالنسبة إلى بقية الأنبياء من ينكر نبوة النبي ورسالة النبي يكون خارجا عن حضيرة ذلك الدين أما من ينكر إمامة الإمام فلا يكون خارجا عن حضيرة الدين وإن كانت الإمامة تعتبر أيضا هي ركن من أركان العقيدة ولكن مع ذلك هناك فرق فيما يتعلق بهذه الناحية وللمزيد من توضيح هذا الموضوع نتحدث عنه إن شاء الله في الحديث الآتي ونكتفي بهذا القدر من الحديث حيث نبين إن شاء الله توضيحا للفرق الثاني ونضيف إلى ذلك فرقا رابعا بالنسبة إلى الإمامة والنبوة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة